موسيقى للأسف نحن متأثرين بعقلية وخلفية في الشرق الأوسط هي اللي عم بتحكم الأغلبية العزمة قال المؤرخ فليب حتي من لبنان نحن مسيحيون في العقيدة لكننا مسلمون في الثقافة المقصود الثقافة الشرقية في نظرتنا للمرأة ونظرتنا لكل الأمور من حولنا مع أن الكتاب المقدس يعلم أجمل وأسمى التعليم اللي بيرفع من قيمة شأن المرأة وهذا ليس جديدا حتى في القديم إذا بتدرس العادات الكنعانية العادات الوثنية العادات الأشعرية البابلية حتى اليونانيين والرومان في أيام المسيح والحضرات اللي جاءت ما بعد طبعا هذا والدينات الكثيرة التي كلها تقلل من قيمة المرأة لكن الشيء اللي بيظهرني أنه دايما تصطدم بكلام يسوع مثلا لما بتقرأ في إنجيل لوقة بتشوفوا ما عملته مع النساء ما حبته للمرأة اهتمامه يعني كان غير طبيعي بالنسبة للمجتمع حتى اليوم إلى يومنا هذا مش عم تطبق هذه التعليم بسبب تأثرنا في الخلفية أو الثقافة الشرقية صحيح صحيح المجتمع حجم المرأة كتير وعطيها يعني مثل حطل حدود في كتابة لهايك ما في كتابة لهايك مثل ما ذكرنا بالأول إنه بمجتمعنا المرأة بتعاني بالمجتمع من غير قديين المرأة تعاني بس الرب في المسيحية رفع من شأن المرأة عليها يعني بغلاطي بيذكر بيقول ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع بقى الرب بيحكي في كذا أيه بالكتاب المقدس تحكي عن قديش الرب رفع من شأن المرأة في عنا أمثلة كتيرة اشتركوا في القناة